اشتركوا في القناة معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف الاصعضة ثنائيا او ثلاثيا مع جمهورية العراق الشقيقة لسيما في ضوء تعظم التحديات التي تواجهها المنطقة وما يجمع مصر والاردن من روابط تاريخية وطيضة وعلاقات اخوية على المستويين الرسمي والشعبي من جانبه اعرب وزير الخارجية الاردنية عن تشرفه باللقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومؤكدا حرص الاردن على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات وفي ضوء اهميات ومحورية الدور المصري بالمنطقة بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراضا لأوجه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والتي اكتسبت زخما في السنوات الاخيرة على خلفية قوة ومتنة العلاقة الشخصية بين السيد الرئيس وشقيقه جلالة الملك الاردني ممن عكس بشكل ايجابي على الحرص والاهتمام المتبادل على تعزيز اطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات كما شهد اللقاء كذلك استعراض اخر مستجدات الاوضاع في المنطقة وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الاوسط حيث تم تأكيد اهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الازمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بهدف حل حالة عملية السلام واستئناف المفاوضات كما تم التطرق الى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا حيث اكد السيد الرئيس ان الهدف الاساسي هو تثبيت الموقف الحالي على ارض الواقع وفق الخطوط المعلنة سعيا الى التوصل الى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والامن في ليبيا من خلال المصاري السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين واعلان القاهرة اصولا الى الاستحقاق الانتخابي مشددا سيادته على ان التنصيق المشترك وقوة الاراضة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط للامن القومي العربية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء اركان حرب صلاح الدين ناصر مساعد مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكا وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبرى موجها سيادته بالإسراع في معدلات التنفيذ وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية وانشاء مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر كما تابع السيد الرئيس كذلك خلال الاجتماع مستجداد بعض مشروعات وزارات الكهرباء والإسكان والزراعة كالربط الكهربائي مع دول الجوار والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة لبناء وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وعلاج مشكلة العشوائيات فضلا عن مستجداد مشروع إنشاء مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي إلى جانب إجراءات الحوكمة والتطوير لمزرعة الزهراء للخيول العربية المصرية الأصيلة والتي ستصبح نواة للمشروع العالمي مرابط اشتركوا في القناة